اهلا وسهلا بكم في حديث اليوم حديثنا حول ازدياد ارتكاب المجازر في حق السوريين العزل ومن قبل الدول الكبرى الا يخجل المجتمع الدولي من ذلك الى متى الصمت المطبق يسأل السوريون مشاهدين الافاضل منظمة هيومن رايتسواتش قالت بالامس بان العفرينيين بين فكي كماشة جيش التركي والميليشيات المدعومة من قبله والتي تسلب وتنهب من جهة وقوات النظام التي تفرض الاتاوات على من يود النزوح الى حلب وفي ظل تباك دولي للمأساة التي جرت في دوما وفي تطور لافت اليوم لافروف يطالب تركيا بتسليم عفرين للنظام قائلا لم نكن نعلم بانها تود احتلال المدينة كلام جعل رواد التواصل الاجتماعي يصفونه بكفى كذبا ايها الارعن لو لا ضوءك الاخضر لما رفرف علم الاحتلال الاحمر هذه التفاصيل مشاهدين فضلا عن قراءة لواقع مدينة منبج التي كثور حديث السلطان ومسؤوليه عنها ستكون في معرض النقاش بعد ان نتابع التقرير التالي تعقيدات الازمة السورية يبدو انها تلقي بظلالها على التحلف الثلاثي الذي يجمع كل من روسيا وتركيا وايران منذرة بمواجهة نظرا لتضارب مصالح هذه الدول في سوريا منطقة عفرين التي احتلتها تركيا تعود الى الواجهة الاعلامية حيث طالبت موسكو التي اعطت الضوء الاخضر لتركيا في عدوانها على عفرين بتسليم المنطقة للنظام السوري موقف جاء على لسان وزير الخارجي الروسي سيرجي لابروف حيث قال في مؤتمر صحفي ان الرئيس التركي لم يعلن ان تركيا تريد احتلال عفرين وتابع قوله ان موسكو تنطلق دائما من حقيقة ان اسهل طريقة لتطبيع الوضع في عفرين عندما يعلن الممثلون الاتراك ان الاهداف الرئيسية التي وضعوها امامهم هناك تحققت وسوف يعيدون الارض لسيطرة النظام مشيرا الى ان الجانب الروسي لم يسترشد ابدا بموقف اخر موقف موسكو هذا جاء بشكل متطابق مع موقف طهران عندما نقل التلفزيون الايراني الرسمي عن الرئيس الايراني حسن روحاني انه يجب تسليم السيطرة على منطقة عفرين التي سيطرت عليها القوات التركية الى قوات النظام السوري تصريحات روحاني هذه جاءت قبيلا عقاد القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء تركيا وروسيا وايران في انقرة فيما لم يصدر اي تصريح او رد فعل من الجانب التركي حول هذه المطالب موسيقى 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 مشاهدين الفاضل سنناقش هذه التفاصيل مع ضيفي في الاستيديو فاروق الماشي الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لمدينة منبج وريفها سيد فاروق اهلا ومرحبا بكم طبعا اهلا وسهلا بكم طبعا يسعدنا ان نجتمع في قناة اليوم واخذ حيز الاهتمام في قناتكم الكريمة لاخر التطورات طبعا حيز الاهتمام مدينة منبج تهديدات اردوغان والوضع الحالي اهلا بك بداية وسؤالي لك باعتراف الامم المتحدة وباعتراف تقارير مؤكدة بان عدد الذين هجروا من عفرين مئة وسبعة وثلاثين الف طبعا منطقة عفرين منطقة صغيرة وهذا العدد كبير المجازر التي تحدث في الغوطة الشرقية هي شبه يومية وكانت لافتة منذ يومين بان الجثث لا يوجد عليها منظر دماء يعني تعمد قتل السوريين بهذا المنطقتين هل له اهداف خاصة برأيكم طبعا للأسف الشديد بعد سبع سنوات وفي عامها الثامن طبعا دخلنا في مجال قتل السوريين كاملة يعني على أراضي سورية كاملة طبعا القوطة جزء من سوريا طبعا أفرين جزء من سوريا طبعا هذا الصمت العالمي والصمت الدولي مغابيل هذه المجازر الكبرى الذي انتهاكها كثير من الدول في سوريا الحبيبة هذا طبعا عارا على الأمم المتحدة عارا على المجلس الأمن ودائما نتكلم ودائما نندد ونستنكر ولكن للأسف الشديد كان صمت عالمي وكان بحالة سبات العالم العربي والعالم الأجمع طبعا لوحظة في كثير من الأماكن طبعا هي المجازر الكيماوي الشهدة في دومة طبعا بالأمس شهدت في خان شيخون وشهدت في أماكن ثانية طبعا لجنة لجنة التحقيقة الدولية للأسف الشديد في منها أنت التغارير وفي منها الدعاءات في مجلس الأمن من النظام السوري طبعا نحن لا نعول على هذا الموضوع نعول على شيء اسمه هو بلد هذه بلد الكرامة بلد الحبة بلد الأخاء في سوريا الحبيبة طبعا الدراسة الأقليمية في هذا البلد طبعا دراسة استراتيجية دراسة لها أجندات خارجية كثير من المستهدفة في سوريا وأخص بالذكر من الفصائل الردكالية ومن فصائل القوطة ومن فصائل دومة طبعا أفرين ذكرت أنت بالبداية أنه على رغمها طبعا أفرين معروفة شعب مسالم شعب من بدايات الثورة أخذ الخطة الثالث وهو كان النهجة هو الصحيح حافظ على البنية التحتية حافظ على بناء بلده ولكن للأسف الشديد عندما أتى الاحتلال الأثماني ممثلا بالعدالة والتنمية وأردوغان المزعوم فوصل لدرجة هي درجة احتلال أفرين طبعا شعب أفرين نحن نعرفه وانقرب ولدينا أقارب موجودين فيه ولدينا أشخاص أصدقاء نتواصل معهم يوميا طبعا كثير من الشعب لجأ إلى الشهباء وكثير منهم لجأ إلى مدينة منبج والأماكن الأخرى طبعا عبر حدود النظام وعبر حدود العالم نعم سيد فاروق المعانات عفوا المعانات التي هي عارية ولا تخبئ نفسها سواء في أفرين سواء في الغوطة الشرقية برأيكم هل له أهداف خاصة أم يندرج في إطار الجرائم التي ارتكبت في عموم سوريا للأسف يعني الجرائم الكبرى هذه في سوريا كان صمت عالمي ولحتى عن إشارات استفهام مقابيله حتى الآن لن توضح للعالم كاملة لا عن طريقة المجلس الأمن ولا عن طريقة الجامعة العربية ولا عن طريقة الأمم المتحدة آسفين يعني فيه عندما نستنكر دائما عملية الاستنكار هي عملية نعتبرها نحن عامل أخلاقي عامل إنساني ولكن للأسف الشديد هي حاليا فيه شيء اسمه لغة القوة ولغة الصراع طبعا نحن دائما ذهبنا إلى عفرين ذهبنا بوفود وليس أرتل بما يدعي أردغان ولكن ضربنا ناء السعزل حاولنا أن نساعد أهلنا في الكلمة وفي القلم وفي المعرفة ولكن للأسف الشديد عندما ظهر هذا الحديث أمام مرأة العالم كاملة كان يدعي إنه وجود العسكريين أنا شخصيا كنت موجود مع الرتل ضربنا بالأسلحة ثقيلة وبأسلحة طيران وأسلحة من ضمن مضادات للأسف الشديد كان النظام السوري واقف متغيب عن الوضع السوري متغيب عن الوضع السوري ومتغيب عن عندما ذكرت أنت بالبداية أنه الأعلام التركية الأعلام التركية حاليا عندما يدعي أنه أتى إلى يحرر العفرين لماذا الأعلام التركية في عفرين هذه أمام مرأة العالم كاملة أمام شاشات التلفزة آسف عندما نقول كلمة في تواطع دولي على عفرين آسف عندما نقول تواطع دولي عندما نقول تواطع دولي في عام الإنساني في عام الإخلاقي نعم قبل أن يكون عامل قوة نحن بالبدايات الثورة السورية ظهرت هذه الثورة أو أزمة السورية بما نعتبرها هي قامت على شيء اسمه أطفال درعة فاليوم عفرين أمام مرأة العالم كاملة تشرد أهلها والانتهاكات موثقة أمام شاشات التلفزة وأمام العالم كاملة أين الصمت لماذا الصمت العالمي هذا هو؟ دائما نشعر إشارات استفهام وتقيب عن صوت الصحيح لمجلس الأمن نعم سيد فاروق يعني اليوم في تضارب المصالح بين الحلف الذي كاد أن يسميه المراقبين الحلف الاستراتيجي روسيا تركيا إيران لافروف يقول لم نكن نعلم بأن تركيا تود احتلال عفرين لذلك ندعو ندعو تركيا لتسليمها للنظام وزير الدفاع الإيراني للتاو يقول بأنهم أبلغوا أنقرة بضرورة احترام وحدة الأراضي السورية كيف هل هذا التضارب هل سينعكس إجابا على العفرينيين مثلا أو على السوريين بشكل عام كيف تقرؤونه؟ طبعا الغراءة السياسية في سوريا كاملة نعم للأسف الشديد الشعب سوريا كامل عندما كان لا يدرك السياسة حاليا على مدى سبع سنوات أعتقد أنه قام الغراءة السياسية بإطقاء وكان لديه ثقة في السياسة السورية طبعا بدنا نتناقش بشفافية أكتر تفضل وهي المطلوبة طبعا عفرين شعب واعي شعب مثقف شعب يدرك المسألة ويدرك الخطورة السياسية ويدرك المسائل السياسية في هذا البلد عندما يذكر لافاروف عن هذا الموضوع طبعا للأسف الشديد هذا كلام نقولها كلام مبطن غير واقعي أدركناها سابقا وسألنا عنه سابقا وأستنكرنا وناشدنا ووووى وكذلك لحتى الآن لا بيّنت الحقيقة لذلك الشخص بالأسف الشديد كان فيه تواطع دولي على عفرين ومن هم كان منه ضمن التواطع الدولي كان النظام كان الإيرانيين وبيجماع برقبنا روس بإجماع كامل الدول الثلاثة التي ذكرتها السياسة الكريم فلذلك هذه العملية أعتقد أن الشعب العفريني يدرك المسألة ويدرك الخطوة السياسية في هذا البلد نعم فلذلك عندما يتكلم لفروف أو يتنحى أو حس في شيء نقوله في أرض الواقع أنه حاليا بعد الصحوة أو بعد حالة السبات ينظر إلى الواقع هذا كلام طبعا هذا كلام دولة عظمى ودولة إلى استراتيجية خاصة ولها قراءة سياسية سابقا عندما أدرك في دخول جنديرس نعرف أن دخول جنديرس كانت فيها إعلام التركية الحمراء تقطي كثير من المباني فهذا معروف احتلال طبعا مع الانتهاكات طبعا للأسف الشديد عندما نقول عندما كادت كادت أن تنطوي صفحة داعش في سوريا كاملة طبعا ظهر الأب الروحي لداعش هو أردوان فحاول حاول أن تفيق من سباتها داعش بعد الان وحاليا أثبت ونعرفهم عن قرب ذلك الأشخاص الذين هم حاليا في عفرين هما من أشخاص المتأسلمين المتشددين في جميع المجالات وكثير منهم كانوا مع داعش ونعرفهم عن قرب فلذلك نقول دائما وجهنا كلماتنا عبر شاشات التلفزة وكان لن نرى إذن ساغي نعم سيد فاروق يعني بعض المراقبين يقولون بأن موافقة روسيا المبدئية وحتى إيران على دخول تركيا إلى عفرين هي كانت مصيدة لاستنزاف الجيش التركي طبعا نحن إلى الآن نتكلم في إطار التكهنات طب لو شاهدنا ضغط فعلي من تركيا عفوا من روسيا وإيران على تركيا للانسحاب هل تتوقعون ذلك واقعي على الأرض طبعا للأسف الشديد عندما هذه الفاتورة دائما بشكل عام بدلنا نعتبرها الدم السوري للأسف الشديد صار عند الدول الثانية وعند الدول العالمية كاملة يعتبرونها بمثابة فاتورة هو هاي دماء عم تنزف نعم الدماء اللي عم تنزف هذه دماء سوريين بجميع المكونات من كرد ومن عرب ومن تركمان ومن شركز ومن جيجان ومن أشهوريين ذو الأبناء من سوريا للأسف الشديد عندما نقول عملية عملية امتصاص أو عملية سزاف أو عملية هذه دفع فاتورة للشعب السوري راجينا من المجتمع الدولي النظر في دماء الشعب السوري وفي الشعب السوري احنا كيفية انا من نلغش على أمر ما ونحن نعلم من ذلك كيف تكون الفواتير في هذه وكيف تكون من الشهداء الموجودين في بلدنا الشهداء الأفرينيين الذين هم حرروا بلادهم وهما من قام ببنية تحتية لذلك نقول طبعا هذه التكاهنات هذه التكاهنات طبعا جائزة في عالم السياسة ولكن نقولها أتت متأخرة على دماء شعب عفرين نعم هذه الدماء غالية وليس رخيصة لدينا عندما تكون رخيصة على المجتمع الدولي نحن لدي أبناء سوريا كرامة السوريين موحدة أرضا وشعبا نتمنى أن هذه ليس تكون تكاهنات نتمنىها أن يكون احتلال وأدركها العالم كاملة احتلال نتمنى المجتمع الدولي ومجلس الأمن انسحاب والضغط الورقة الضغطة على أفرين وانسحابها وعادة أهالي أفرين الحقيقيين الذين هم يتكلم عنهم أردوغان كيف يتكلم أردوغان عن هذا عن أهل أفرين لنأتي بأهل أفرين الأساسيين ويدعي داعش في أفرين بدنا نكون منطقيين وقالوا قتلنا عدد كبير من الدواعش في أفرين وسكان أفرين ليسوا بكردهم 85% عرب استاذنا الكريم إذا تكرمت يعني أعتقد الشعب السوري بل بداية حديثنا أنه أصبح سياسيا نعم وأصبح يعلم ما وراء الستاع نتمنى أن نأخذ بعين هسبان طبعا عندما يتكلم عن شعب أفرين طبعا نعلم ما هي أكثر المكونات التي هي تعاني من داعش من هم؟ الكرد نكون منطقيين وها هي كوباني وها هي الأماكن الثانية الموجودة التي ذبحت من وأستشهدهم تحت سكاكين داعش كيف داعش موجودة في أفرين وعندما يتكلم 85% من أهل أفرين هم عرب هو خاطئ وخاطئ من يسمع هذا الكلام وهي صحة وينتبه له للصحة أهل أفرين نعرفهم عن قرب ونعرف العشائر الموجودة في أفرين هي عشائر أربع عشائر أو خمس عشائر ممكن أعدلك إياهم عدد أمامنا هي من هم عشيرة البطوش من هم عشيرة البوبنة من هم عشيرة العميرات من هم عشيرة العشائر الثانية كم نسبت هؤلاء في أفرينسي يعني طبعا أنا باعتقادي 15% من العرب من العرب وأكثر خاطئين هما بمحور المدينة وفي جندس وبالأطراف الثانية نعرفهم عن قرب ولنا صلة غرابة معهم ومتواصلين دائما معهم يعني كيفية الإدعاء يعني كيفية الإدعاء ذلك الشخص أو ذلك الرئيس الذي يبعد عن الخطاب السياسي يتكلم عبارة عن كلمة عن جهية ويتكلم عبارة عن يعني بعيد عن الخطاب السياسي حتى الكلام السياسي كان فيه كلام افتراء كيفية تفتري على بلد موجود ما فيه ولا شخص داعش بالعكس يعني الشعب الكردي هو الوحيد الوحيد في سوريا بعد الشعب العربي هو الذي اصطهت من قبل داعش ونعرفهم قرب ونحن أبناء أبناء قرى مجاورة أو أبناء مدن مجاورة لهذه المدينة سياسة تتريك ليست بجديدة على المنطقة سياسة تتريك التي مرس جناحي البعث في سوريا والعراق ستينات والسبعينيات الآن يراد تكرارها في المشهد الإفريني بالذات حسب ما يقول المراقبين وحسب ما تفسر المعطيات طبعا أنا بحكي لك على مستوى شخصيا أنا كشخص ابناء عمومتي في إفرين نعم لديهم قرى وحاليا أتى من حمص ومن إدلب حاليا موجودين في أماكنهم بأرض واقع بإمكان أن نحكي عنها بإمكان أن أدلة وغائية يعني شاهد عيني وليس شاهد عبر شاشات التلفزة أو غيرها أو عبر التواصل الاجتماعي هذا الكلام للأسف الشديد عندما نتكلم عليه ها هي سياسة ممنهجة طبعا في وجود مخيمات في تركيا المخيمات التركية أصبحت عبء على الشعب التركي حاليا في الأرياف في أرياف عفرين وفي القرى وفي النواعي حاليا كثير من الأشخاص فيها المخيمات قطنوا في القرى والأرياف في مدينة عفرين فهذه سياسة التتريك أمام مرأة العالم كاملة للأسف الشديد في كثيرين لم يقرأوا قراءة سياسية واضحة أمام الآيون ولكن نتمنى أنهم يقرؤونها بشكل صحيح ولا نتمنى أنهم يسمعونها كلاما نتمنى أن ينظرونها بشكل صحيح دعنا نسمع ماذا قال آخر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في حق العفرينيين ومن ثم نكمل في أحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش سلت الضوء على جرائم النهب التي تقوم بها الميليشيات التابعة لتركيا بعد معارك استمرت لمدة شهرين أسفرت عن احتلال عفرين وتهجير ربع مليون مدني من منطقة عفرين وفقدان المئات من المدنيين لأرواحهم الحالة الإنسانية للمهجرين قسرا من قراهم وبلدات في منطقة عفرين بدأت سيئة للغاية حيث أشارت المنظمة إلى أن الميليشيات التي تعمل مع القوات التركية تقوم بنهب وتدمير ممتلكات مدنية في عفرين والقرى المحيطة بها وتحدث التقرير عن استغلال قوات النظام لمحنة المهجرين وناقلت المنظمة عن أشخاص حاولوا الدخول إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام قولهم إن حواجز التفتيش التابعة للنظام يطالبون بحدود خمسمائة ألف ليرة سورية أي ألف دولار أمريكي للسماح بالدخول وفي بعض الأحيان لدخول شخص الواحد ثلاثمائة دولار على الأقل وبهذا الخصوص قالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة أنه رغم الظروف الإنسانية التي يعيشها جميع المدنيين الذين فروا من القتال في عفرين مزرية إلا أن الذين يحرمون من الوصول إلى مناطق نظام مهددون بشكل خاص مطالبة قوة النظام بالتوقف عن صد الذين يحاولون الدخول لمناطقهم الفقيه حثت القوات التركية والميليشيات التابعة لها على إنهاء النهب والتدمير الواسع للممتلكات المدنية في عفرين موظفون الطبيون ومقيمون فروا من عفرين مع هيومن رايتس ووش تحدثوا عن ظروف قاسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وبعض القرى في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي ووصف عديد منهم النوم في الحقول المفتوحة دون مأوى ونقص الطعام وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة ولا زالت معاناة المهجرين والفارين من عفرين بفعل الاحتلال التركي مستمرة في ظل منع قوات الاحتلال الأهالي من العودة إلى ديارهم مع اتباع سياسة التغيير الديمغرافي في المنطقة موسيقى أهلاً ومرحباً بكم الجديد مشاهدينا سيد فاروق توصيف المشهد بحسب تقرير منظمة هومن رايس ووتش العفرينيين بين فكاي كماشا جهة الأولى الجيش التركي والميليشيات المدعومة من قبله نهب وسرق للممتلكات الخاصة ومن جهة ثانية حواجز النظام لا تسمح لمن يود الفرار بروحه فقط من ممارسات هذه الميليشيات التي تقتل وتقتصب تفرض أتاوات إما خمسمائة ألف أو في الحد الأدنى ثلاثمائة دولار لمن يود الذهاب ما هو تعليقكم على ذلك؟ طبعاً هذا السؤال يجاوب عليه نفس السؤال الذي طرح لافاروف يعني نتمنى أنه عندما يتكلم لافاروف أنه أدرك حالياً أنه هو احتلال نعم وعندما طبعاً الحواجز الموجودة للنظام تفرض فتاوة طبعاً في علم المجتمع كامل في علم الروس في علم الكثير من الموالين للنظام السوري بيعلمون هذا الحقي بتمنى أن نأخذ بعينها سبال طبعاً يعني عندما نقول في فكيكم ما شلع نقول الشعب الأفريني صامت ولكن صموده له طاقة الطاقة ليس سهلة عندما يكون الصمت الدولي وعندما يكون في الجنوب في أماكن موجودة من النظام ومن الشرق القوات الردكالية والقوات الذين مدعوموا من تركيا أتت يعني بصراحة شديدة هذا شيء عناه المجتمع الدولي ونوجه هذه الاستنكار المجتمع الدولي فلينظر لذلك الأشخاص طبعاً هذا تغيب أعلامياً كاملة تغيب للأسف الشديد في تغيب أعلامي كامل على المشهد الأفريني تغيب أعلامي على المشهد الأفريني المعاناة الشعب الأفريني لم تظهر في شاشات التلفزة لحتى الآن قلة من الشاشات فرق لوحظ الإعلام صلت الضوء للصراحة في خضم الهجوم بالبداية في خضم الهجوم إذا تكرمت أستاذ الكريم حالياً في نازحين أولاً يقول أهتين إلى منبيج أهتين إلى ماكن ثانية صدقني فيه كثير موجود حتى النظام استفزازه من طريقة ما يعني حتى من النظام كثير من الشعب جاي مثل ما تفضلت أنت بالبدايات في أتاوى وحتى الأتاوى في طريق أفرين كمان يأخذ أتاوى في طريق منبيج فلذلك راجين من العالم كاملة بإسم الإنسانية بإسم الأخلاق بإسم حقوق الإنسان بإسم مجلس الأمن بإسم التقيب هذا الصمت الدولي يعني غريب جداً حتى المنظمات نعم حتى المنظمات لاحظنا أن المنظمات قليلة يذكر أنه في الشهباء حالياً في منظمات يذكر في منبيج في منظمات بالأسف الشديد أهل منبيج استقبل أهلهم في عفري ليس نازحين هم أبناء سوريا كاملة للأسف الشديد عندما نتكلم على كلمة النازحين هم أبناء بلدنا أبناء جلدتنا بالأمس يكننا عندهم واليوم كان معنا بالعرب الفصيح هي كلمة متقاربة كثيرة فهمت عليها موجودة ولوحظة أكثر من الأشخاص المعينين أتم وبيوتنا بيوتنا في منبيج مفتوحة مثلما فتحت بيوت كثير من الناس من الشمال السوري عندما في بداية تحرير منبيج عندما تقدم قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبيج عسكري نعم سيد فاروق قبل أن ننتقل للمحور الآخر من النقاش يعني هل من جملة معينة تودون توجيهها لأهالي عفرين ماذا يتوجب على السوريين ماذا يتوجب على الإعلام ماذا يتوجب على المجتمع الدولي في جملة لو سمعت طبعا للأسف الشديد عندما نتكلم عن وسائل الإعلام مغيبة عن أهلنا في عفرين وكثير منهم كانوا في المخيمات ولوحظة أمام شاشات التلفزة كثير من الإدارة الذاتية كانت باجتماعها في المخيمات نعم هذا طبعا للأسف يعني حتى الآن المنظمات ونناشد المنظمات إلى عفرين أولا وأخيرا عفرين بين قوسين الشعب خرج وعندما يخرج من مكان ما يكون أعتقد بلباسه فقط لا يملك لأنه كثير منهم طلع خرج بدون سيارات خرج بدون مأوى خرج بدون حتى من المستلزمات البسيطة جدا نتمنى أن المنظمات من طرف ثاني طبعا الشعب عفرين قوي صامت عندما ذكروها مقاومة العصر نعم أنا أعتقد أنها مقاومة العصور مو مقاومة العصر لأنها مقاومة العصر لا تكفي إلى أهل العفرين لأن أهل العفرين أثبتهم ودخلهم التاريخ من أوسع بوابط عندما بدأت بشهرين ووقفهم أمام الدولة الثانية في حلف الناتو نعم هذه قوة أدركها العالم وأدركتها الدولة الثانية فهذا نقدر نقول بشبه كلام هذه قوة الرجال وهذه قوة طبعا هي قوة كانت أمثال أفيتس خابور أمثال آرين كوباني لهم دور كبير طبعا الشعب حتى المقاومين لحتى الآن بروح آفيتس خابور وآرين كوباني آآ يقاومون بالأطراف ولا زالت العمليات مستمرة نعم إلى الآن آآ في عفرين آآ فنتمنح شعبنا طبعا رسالة ثالثة للمجتمع الدولي آآ نتمنى آآ الأخطاء الذي آآ ذكرت من الله فروف هذا ليس خطأ هذا ممنهج عندما يكون يتكلم لا يعلم أعتقد دولة آآ دولة بمجلس الأمن ولها دراسة استراتيجية هذا الكلام آآ للأسف الشديد آآ كلام لا نقوله كلام آآ رئاسة أو كلام آآ وزير خارجية نقول كلام هذا آآ بعيدا عن السياسة وعندما يتكلم أردغان هاتب بعيد عن منهج السياسي كمان هذا حتى اللغة ليس لغة السياسية لغة العداء المباشر ولغة الشراسة ولغة آآ نتمنى أن نأخذه وهذا إفلاس بحد ذاته هذا إفلاس بحد ذاته عندما يكون الرجل يلجأ إلى قوة آآ في خطابه فهو مفلس وأدركها مسألة دولية كاملة ويعلمها الشعب الأفريني هو مفلس مهما كانت أفرين سترجع إلى الأفرينيين القاوم الاحتلال للأسبان نعم سوف نكمل في النقاش سيد فاروق ولكن دعنا نشاهد تقرير التالي ومن ثم نكمل ربين ورهين خبرى عسكرية وقتارية وتنظيمية في تصريحات لوكات نوفستي الروسية أكد الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في إقليم الجزيرة بشمال سوريا ريزان جلو أن التحالف الدولي يبني قواعد عسكرية جديدة في منبج وهذا مرتبط بالخطط العسكرية ونوها جلو أنه سواء كانت هذه القواعد أمريكية أو فرنسية فإنهم يتفاعلون معها في إطار التحالف وليس مع الدول مشددا أنه بشكل عام يتم بناء القواعد في شمال سوريا وخاصة في الجزء الشرقي من نهر الفرات ووفقا لما صرح به الرئيس المشترك لهيئة الدفاع فإن تنظيم داعش الإرهابي استعاد جزءا من قوته في المنطقة بعد عملية العدوان التركية على منطقة عفرين والتهديد بتوسيع احتلاله إلى منبج ومناطق أخرى في شمال السوري وتعقيبا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دون ترامب بشأن احتمال انسحاب القوات الأمريكية قال جلو أنه بغض النظر عما يقرر الأمريكيون بخصوص المغادرة أو البقاء فأنهم يستندون إلى قدرة وقوة مقاتلهم وذلك بحسب وصفه وأشدد جلو على أن بناء القواعد العسكرية من قبل التحالف الدولي هو جزء من التعاون العملياتي مع قوات سوريا الديمقراطية لا سيما في شرق الفرات وأنهم سيقومون بالتنسيق مع التحالف باستخدام هذه القواعد الجديدة التي تبنى أهمها في منبجة خاصة كون هذه المدينة ووفقا لجلو هي مركز التنسيق الرئيسي بين التحالف الدولي وقسد وفي تطور آخر أعلن فصل ما يسمى المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية الموالي للنظام السوري استهدافه قاعدة أمريكية في الرقة وأصدر بيانا ذكر فيه أن عناصره استهدفت بالصواريخ القوات الأمريكية في قاعدة بمعمل اسمنت لافارج في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بينما نفت مصادر قيادية في قوات السوري الديمقراطية هذه الأنباء وهو ما أكده ناشطون أيضا من تلك المنطقة لم تتعرض لأي قصف من جديد أهلا بكم مشاهدين سيد فاروق التعزيزات العسكرية وحثيثة في الأيام الأخيرة لوحظة في مدينة منبج وصول تعزيزات أيضا أمريكية إلى المنطقة الفاصلة بين المدينة وبين مناطق ما يسمى بدرع الفرات فضلا عن التحديث عن استنفار في مجلس منبج العسكري كل هذه التحركات ما الذي نفهمه منها طبعا نحن في منبج طبعا بعد تحرير مدينة منبج في 15-8-2016 طبعا مع مجلس منبج العسكري ومع أغوات سوريا ديمقراطية طبعا مشكورة كان لدينا شراكة مع التحالف الدولي طبعا التحالف الدولي أثبت بحسن نيتنا معه وكنا صادقين مع التحالف الدولي أعتقد أنه بعد زيارة بعد التهديدات من أردوغان إلى منبج وإلى أهالي منبج طبعا كانت زيارات مكثفة من وفود رفيعين المستوى سيد فاروق أعذرني على المقاطعة حسن النية التي لمستوها من التحالف الدولي كيف تشرحها لنا طبعا حسن النية بالبداية نقلنا لدينا شراكة نعم الشراكة بالبداية عملنا جاهدين في نية صادقة مع التحالف الدولي ومع مجلس سوريا الديمقراطية أو عفوا سوريا الديمقراطية طبعا حسن النية من الأمريكان أو من التحالف الدولي التحالف الدولي عندما كنا ندخل على منبج كثير من الأماكن اللي كان فيها داعش كثير مننا كان يؤشر بأصبعه أو يؤشر بسبابته مغابيل هذا البيت في داعش فكثير من الأماكن نحط إشارات استفهام فأخذوا مننا حسن النية دائمة ثانيا بالنسبة للتحركات بالنسبة للعسكريين بالنسبة للسياسيين كانت زيارتهم دائما إلى منبج للمدينة للشعب للإنجازات العمل في مدينة منبج بظل الإدارة المدنية الديمقراطية إعادة الحياة الطبيعية بمدة قصيرة فكانت هي كثير منهم يذكر أن منبج كانت رائدة في الشمال السوري بإعادة الحياة الطبيعية في مدينة منبج فهذا أمر غير سهل طبعا أخذنا كثير منهم أوعدونا أنه في منبج نكون حريصين على منبج مثلما يكون حريصين على الشمال السوري فهذا من الوعود الذي من الوفود الرفعين للمستوى هذه الحياة الجيدة التي تفضلت بها بن علي يلدريم رئيس وزراء التركي وصفها بغير ما تفضلت هو قال بأن الإدارة المدنية في منبج تعامل المدنيين معاملة العبيد طبعا ما في شك يعني هنا لما نتكلم على علي يلدريم أو ابنها لعلي يلدريم ها مشكلة يعني الموضوع حاليا أثبتت في عفرين عندما قال أتينا للحرر عفرين والانتهاكات الموجودة في عفرين هاي واحدة كلام يعني كلام متقا أعتقد أنه غير بعملتها يعني سيد فاروق برأيك يعني الممارسات اللا إنسانية التي خرجت للعلن كما قال البعض بشكل مقصود أوضحت الصورة الحقيقية للشعب السوري ما هو العثماني بناء على ذلك يعني بدأت يعني التشكيك بمدى التصريحات كهكذا فمن حديثك طبعا يا ريت أنه كنا بدنا نصل للصيقة هاي طبعا منبج منبج مدينة الشعراء مدينة الأدباء مدينة البحتري مدينة عمر أبوريشيا مدينة الأستاذنا الكريم مالغ زيل مدينة لإلها دور كبير طبعا إلها أبعاد سياسية حررت في بدايات الثورة السورية وحافظت على كثير من البنية التحتية طبعا في شباب واعي مثقفين في منبج نسبة ثقافة عالية جدا وكثير من الشباب المثقف من أبناء العشار ومن أبناء المدينة أدركهم هذه المسألة طبعا ما في شك كثير كنا في بدايات التحرير شاكرين المرأة الكردية الذي أنطت للمرأة العربية القوة في عادتها إلى الحياة الطبيعية وإلى صفوف الثورة الصحيحة التي رسمت بدماء الشهداء طبعا ما في شك أخذ حيز الاهتمام هو دور الشباب أو الشبيبة في مدينة منبج كانوا يطون الليل بالنهار من أجل بناء بلد مستغر بناء بلد خدمي كان أعتقد ليلة نهارا حافزهم الأكثر هو اهتمامهم في المدينة طبعا مدينة منبج كان تغيب إعلامي ومنهج في أي فترة؟ في بداية في 2016 طبعا في 2016 ما بعد التحرير من داعش؟ ما بعد التحرير من داعش 2016 طبعا يريت أنك نأخذها بعين الحسبان طبعا الإعلام كان من حكومة أردوغان كان الحصارة الخانق على مدينة منبج وأخص بالذكر بالإعلام يعني السيد فاروق ما هي الصورة التي يريد إخفاءها الإعلام التركي كما تفكرت عن منبج وعن غيرها من مدينة منبج طبعا الصورة الصحيحة عن شعب منبج ألا وهي؟ الشعب الذي عاد الحياة الطبيعية وهو مستقر ووجود الأمن والأمان ووجود الحياة الطبيعية في منبج بإمكان طبعا عبر شاشات التلفزة ناقشنا أكثر من شاشات أكثر من إعلاميين أن يودون أن يأتوا إلى منبج وينقلون الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية لأبناء شعب منبج من جميع مكوناتهم من صاحب المسجر إلى صاحب الدكان إلى صاحب السلعة إلى البقالية إلى المشفى إلى إله إله بكل الإنتجاهات نتمنى من الإعلام كاملة أن يدخل إلى منبج وينقل الصورة الصحيحة الغير مفبركة من الأطراف الثانية أو المضادة بأطراف الثاني طبعا بالبدايات ورد أكرر إليك نعم أستاذ الكريم أحنا ببدايات في منبج بدايات كانت عاملنا بسيط جدا ندخل على كل ضيعة نؤسس مجلس ونبدأ بالضيعة الثانية بعد التحرير كنا موازيين للحملة العسكرية في مدينة منبج يعني حركة مدنية حركة مدنية مغرونة مع الحركة العسكرية يعني بداية تحرر مدينة ونفترض يوم ويومين عندما وجود الأمن والأمان نجمع القرية ونوجد الخدمات ونوجد أطراف ثانية ونوجد ونوجد لحتى وجدنا الأمن والأمان في منبج نعم سيد فاروق يعني بالعودة لموضوع التحركات العسكرية الجديد التي لوحضت بالفترة الأخيرة في منبج الأمريكية وحتى يقال أن الفرنسية هل هي موجهة ضد تركيا بالتحديد؟ برأيكم طبعا بالبدايات نحن ذكرنا وحسب متابعتكم نعم طبعا بالبدايات ذكرنا غنة كادت أن تطوي صفحة داعش كادت أن تطوي صفحة داعش ولكن ظهر الأب الروحي لها أردوغان لعادة ترميم داعش من جديد بصراحة شديدة طبعا التحالف الدولي يدرك المسألة في داعش لانبثاقها من جديد فهذا من ضمن أولويات العمل التحالف الدولي نعم بدنا نكون صادقين طبعا بالنسبة للموقف الفرنسي مشكورة طبعا الموقف الفرنسي أخذ الموقع السياسي في عفرين وفي الانتهاكات أردوغان في الشمال السوري أو لمنبج وتهديداته دائما وكل ساعة وكل دقيقة نعم سيد فاروق أنت تعلم والجميع بات يشاهد على الشاشات التلفزة حديث عن إنشاء قواعد جديدة للتحالف الدولي في منطقة العون والنعيمية طب التحالف الدولي في حال أتت التحركات التركية هل يعني ممكن نشهد تصادم مباشر؟ طبعا أعتقد يعني ما اضطر عن الحديث هذا هو الموضوع موضوع عسكري بس أعتقد كوجهة سياسية في هذه المدينة سيدافع عن المدينة التي حررت من مجلس منبج العسكري والتحالف الدولي أعتقد أنه سيدافع إذ لم يدافع بإمكانهم أن يدافع عنها ولكن واثقين من صدق نيتنا معهم وصدق نيتهم معنا نعم سيد فاروق كيف تقيمون التعاطي الدولي مع إدارتكم المدنية لمدينة منبج؟ طبعا نحن لدينا الإدارة المدنية الديمغراطية في منبج بشقيها المجلس التشريعي والتنفيذي ومجلس العدالة أخذت على أعتقاها في منبج لعادة الحياة الطبيعية نعم طبعا حاولنا في جميع المجالات اشتراك جميع المجتمع في هذه الإدارة المدنية الديمغراطية من كردو ومن عربو ومن تركوان ومن شركزة طبعا التعاطي بصراحة شديدة كانت نسبة في قلة ولكن بعد احتلال عفرين أدرك الشباب المثقف الصاعد التكنوغراطي في مدينة منبج أدرك لدينا احتلال هو احتلال تركي لمدينة منبج نعم سيد فاروق تركيا هذه هي الشماعة التي تظل تعول عليها بأن الكرد هم من يحكمون المدينة مدينة منبج وبأن المجالس التي تشكلونها أنتم هي مجالس شكلية للأسف الشديد طبعا عندما يتكلمون وما دائما يتكلمون عكس الحقيقة نحن بالبدايات أسس مجلس منبج وريفة في خمسة أربعة عام 2016 نعم خمسة أربعة عام 2016 في سرين بالمركز الثغافي كان عددنا ثلاثة وأربعين شخص القائمين على المجلس كان العدد ثلاثة ثلاثين شخص ثلاثة ثلاثين شخص أعتقد منهم من المكون العربي ومنهم من المكون الكربي طبعا عندما دخلنا منبج وحررت منبج بفضل دماء الشهادة ما في شك ليس لدينا الخبر الواسعة بالبدايات طبعا طلبنا جاهدين من الشمال السوري بمساعدة في اشخاص لديهم خبرة واسعة فبات أكثر من سبع شهور ثماني شهور حتى اكتسبنا الخبرة الواسعة في مدينة منبج ونتمنى من أهلنا في سوريا كاملة ينظروا في منبج يرون في كل لجنة وفي كل مكان موجود العنصر العربي والعنصر العربي ليس شكلي فألي في مدينة منبج نعم في دقيقة لو سمحت سيد فاروق الأوضاع في منبج الآن الشارع هل هو مرتاح هل هو مستقر طبعا بعد التهديدات استاذنا الكريم بعد التهديدات من أردوغان المكثفة وبالساعات وبالدقائق طبعا يعني شبه بالبداية كانت عملية ارتباك في منبج مع التهديدات مع التهديدات ولكن بعدما ادركت الاحتلال لعفرين وعندما مجلس منبج العسكري أخذ على عاتقه تحرير منبج طبعا وجدت الأطمع اطمعنان لمدينة منبج والشعب منبج فهذا بكل صراحة نعم سيد فاروق يعني حديث كثير عن أن الشباب الآن في مدينة منبج وحتى السوريين بشكل عام خلقت لديهم الصحوة أنتم هل فعلا لمستم هذه الصحوة من الاحتلال طبعا طبعا بالبدايات آسف أستاذنا الكريم لم يبقى وقت سوى ثواني بالبدايات داعش تهمت أننا في الصحوات نعم فنعتز بالصحوات أنا أقصد الصحوة الشعبية أعرف يعني بس نعتز بالصحوات هي الصحوة الفكرية نعم الذي بثقها شباب منبج بعد الاحتلال العثماني أو احتلال الأردغاني لأفرين طبعا هذه ليس صحوة هي حقيقة بس نحن كنا في عامل كثير من الأشخاص معينين لديهم تحفظ فيما حاليا أثبتت في دليل الواقع فهي صحوة اسمها ليس صحوة هاي واقع أدركناها متأخرين بس ولكن كثير منها المتأخرين أدركوها بالحقيقة حاليا شكرا جزيلا لهذه الاستضافة الكريمة معنا السيد فاروق الماشي الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج وريفها وشكرا مرة ثانية لتلبيتك الدعوة شكرا لك شكرا إلى هنا نصر وإياكم مشاهدين الكرام لاختام حديث اليوم شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء